بعد إعلان التقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول الوثيقة الدستورية ومسار المرحلة الانتقالية يتجدد الخلاف بين المجلسين ليزيد من تعقيد الطريق نحو الانتخابات المنتظرة أنا مكهلال أهلا وسهلا بكم إلى معاوض بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت في القاهرة ونجحت في تقليص المسافات بين مجلسين النواب والأعلى للدولة اقترب المجلسان من التوافق حول وثيقة دستورية لإدارة البلاد والوصول إلى إجراء الانتخابات مسار رفضه رئيس الحكومة المقال من البرلمان عبد الحميدة بيبة من طرابلس رفض تعززه عودة الخلافات بين المجلسين فهل سيبقى التعطل هو سيد الموقف في ليبيا؟ وهل تكون الحكومة الثالثة حلا للمأزق الليبي أم ستزيده تعقيدا؟ قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة نرحب بضيفينا أبدأ من طرابلس نسمع الأستاذ أسعد الشرتاع ضيفنا الأول ونعرف به في أسطر موجزة أستاذ أسعد شرتاع هو باحث وخبير قانوني كذلك محلل سياسي وهو أيضا المتحدث باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس سابقا أهلا وسهلا بك أستاذ شرتاع إلى مع وضد من بغازي ضيفنا الثاني الأستاذ فرج زيدان نعرف به كذلك في أسطر قليلة الأستاذ زيدان هو باحث في شؤون السياسية والاستراتيجية كذلك أستاذ في القانون الدستوري ويشغل أيضا منصب مستشار قانوني أهلا وسهلا بك أستاذ زيدان إلى مع وضد أهلا مجددا لم تكن الاجتماعات اجتماعات القاهرة السابقة هي الأولى لتوافق مجلسي الدولة ونواب لكن ربما كانت الاجتماعات الأنجح في تقريب المسافات بين المجلسين قبل تجدد الخلافات والتي ربط محللون بينها وبين زيارة رئيس الاستخبارات التركي إلى طرابلس ودوره في مصالحة المشري والدبيبة نتوقف الآن مع استعراض لأبرز الملفات الخلافية بين مجلسي الدولة ونواب ثم نبدأ نقاشنا مع ضيفينا ترجمة نانسي قنقر سؤالي الأول لك أستاذ أسعد الشرتاع بعد لقاءات القاهرة وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري نقدا لا يعني للدبيبة واتهمه حتى بتعطيل المسار الانتقالي ثم التراجع عن موقفه بعد عودتي إلى طرابلس برأيك هل كانت المصالحة مع الدبيبة خلال زيارة رئيس المخابرات التركي هي كلمة السر وراء هذا التغير اللافت في الموقف نعم مساء الخير بداية تحية لك أستاذ هلال ولضيفك الكريم ولكل المتابعين يعني لا أعتقد أن زيارة رئيس المخابرات التركية هي العامل الحاسم في هذا الأمر ربما لها علاقة بتطورات أخرى عسكرية قد تحدث وأمنية في الفترة القادمة وليس لها علاقة بالمسار الدستوري وأن ما أطلقه السيد المشري حول تعطيل رئيس الحكومة للانتقال أو لإنهاء المراحل الانتقالية أمر غير مقبول الحقيقة وغير منطقي لأن إنهاء المراحل الانتقالية والإشراف على العملية الانتخابية بالكامل هو من مسؤولية المجلسين سن القوانين من مسؤولية المجلسين المفوضية العليا للانتخابات تتبع مجلس النواب وأعتقد أن هذه الفترات التقارب والمقاطعة بين المجلسين هي مجرد منورات سياسية لا أكثر ما يهم الأغلبية المسيطرة أو الأقلية المسيطرة أو أي أن يكون في المجلسين هو الاستمرار في السلطة أكبر أطول قدر ممكن وأن يسيطروا على كل مراحلها الانتقالية بما فيها تغيير الحكومات وهذا الأمر الذي لمح له رئيس مجلس النواب في آخر جلسة بتلويح لحكومة أخرى هذا ما يهم المجلسين طالما هناك حكومة مسيطرة عليها من قبل المجلسين ويبدو المشهد مرسوما باستمرارهما في السلطة فهذا يبدو أمر جيد بالنسبة لهم وأما عن حدوث تقاربات أنا أذكر آخر منذ أكثر من ستة أشهر قالوا أنهم متفقوا في أغلب نصوص القاعدة الدستورية بنسبة 80% أو 90% ولم يبقى إلا أحكام بسيطة وكل ذلك الحقيقة اكتشفنا أنه عبث وهراء وأن زواج مصالح ما يتم بين المجلسين وهو الأهم بقاء أمه في السلطة وأن أي نص أو عملية قانونية ستستبعدهما من السلطة فيها تعارض مصالح بالنسبة للمجلسين وبالتالي لن تمر هكذا وكذلك ما دام هؤلاء الأشخاص في المجلسين فأعتقد أن المرحل الانتقالية ستستمر بغض النظر عن رئيس الحكومة سواء كان عبد الحميد بيبة أم لا وأن الخيارات التي يلوح لها من حكومة ثالثة أيضا تؤكد ما أقوله أو أزعمه حول المجلسين واضح إذا أنت تنفي أي تأثير لرئيس المخابرات التركية في تقريب المواقف على الأقل وهذا ما يذهب إليه البعض على كل أستاذ فرج زيدان على الرغم من المناوشات المتبادلة ما بين صالح والمشري لأن البعض يرجح عقد لقاء تنائي بينهما في القاهرة خلال أيام ما هي فرص انعقاد هذا اللقاء أولا حسب معلوماتك وهل هناك ما يضمن عدم تراجع المشري عن موقفه كما تكرر في حوادث عديدة سابقة على رأسي دعم حكومة باشاغا قبل أشهر قليلة مثلا بداية أحييك ساد مكي وغيفك الكريم من طرابلس وكل سادة مشاهدي قناتكم الموقرة أنا في البداية أود أن أقول بأني أتفق تماما مع ما جاء في تقريركم من أن ما حدث من مسألة الصراعات أو المتغيرات الأخيرة أو هذا التصعيد الكلامي أو المشادات أو نستطيع أن نقول حالة الحالة الصفرية أو حالة المربع الأول التي يبدو أننا نذهب إليها هذه بسبب كما قلنا مسألة دور التركي والمخابرات التركية تحديدا لماذا نقول هذه المسألة؟ ليست تهجم على تركيا ولا هي لغة استقطاب سياسي نقول هذه المسألة لعدة اعتبارات الاعتبار الأول تركيا الآن يبدو أنها تناكف مصر على المستوى الجيوسياسي في هذا الملف وترى بأن القاهرة تحاول جاهدة تغيير عبد الحميد الدبيبة في المقابل تركيا الآن تدعم عبد الحميد الدبيبة وبقوة المسألة الأخرى تركيا تدرك بأن الآن الاستثمار الحقيقي الذي حققته هو تعميق مسألة الانقسام بين الليبيين هي استثمرت مسألة التباعد بين الليبيين حققت مكاسب كبيرة برامة اتفاقيات على المستوى الأمني والعسكري برامة اتفاقيات تتعلق بترسيم الحدود البحرية المسائل الأخرى التي متعلقة بالحصول على الصفقات المسلحة فيما يتعلق بالأسلحة والطائرية والطيران المسير وما إلى غير ذلك أيضا تركيا تراقب بتوجس أي أن وجود أي حكومة تقوم على مسألة الشراكة الحقيقية في ترابلس قد تؤدي إلى مسألة إضعاف نفوذها وأنا أذكرك بالسابق بأن تركيا لعبت دورا كبيرا في مسألة منع فتح بشاغة من الوصول إلى ترابلس أختم بالقول أن زيارة رئيس المخابرات التركي من خلال دلالة الصورة الآن وعملية المصالحة بين عبد الحميد الدبيبة والمشري هي مسألة تتكمل وتتم لمحاولة الضغط على المشري لعدم المضي قدما باتجاه صناعة حكومة جديدة وأنا في اعتقادي إجاب على سؤال حضرتكم حتى لو افترضنا جدلا بأن المشري ذهب لمحادثات جديدة في القاهرة لكن في نهاية الأمر لن يستطيع الخروج عن ما نسميه ببيت الطاعة التركي واضح جوابك مختلف تماما عن ضيفنا من ترابلس وهذا مطلوب في برنامج مع وضد الاختلاف رحمة والتنوع يثري النقاش بالتأكيد أعود إليك أستاذ أسعد شرتاع يتبنى مجلس الدولة فكرة الاستفتاء على المواد الجدلية في الوثيقة والقاعدة دستورية المطلوبة للمضي نحو الانتخابات كيف ترى هذه الفكرة أولا ومن يضمن نزاهة وتأمين الاستفتاء وبالطبع اعتراف الفاعلين السياسيين بنتائجه وهذا أهم أمر ربما اسمح لي بتعليق بسيط على ما طرح ضيفك إذا كانت الفقرة تسمح بإجاز ونتجاوز لأن صحيح طيب أي علموم تركيا أو غير تركيا أي دولة في النهاية يتم تقييم عملها وفي علاقاتها الدولية بما تحققه بمصالحها الأمر ليس منظور أخلاقي داخلي فقط يعني علينا أن نحترم توجهات الدول وأن نعي تماما أن كل دولة في العالم ستتعامل مع ليبيا بما يحقق مصالحها وليس في ذلك عيب بل على العكس أن دولة مثل تركيا شركتها مع ليبيا ستكون أكبر وأكثر فائدة لها إذا كانت ليبيا موحدة غير مقسمة لأن بالعكس الانقسام في ليبيا هو الذي يهدد مصالح تركيا ومصير الاتفاقيات على المدى البعيد بالعودة إلى سؤالك حول الاستفتاء أو الفكرة الاستفتاء يعني أنا أعتقد أنها منورة أخرى لأن كل استفتاء على القاعدة القانونية يجب أن يكون له أساس قانوني متين والإعلان الدستوري قد نص على تعيين أو انتخاب هيئة دستورية وطالما تم انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور فإذا كانوا صادقين لماذا لا يتم سن قانون للاستفتاء على الدستور وننتهي من هذه المراحل الانتقالية أعتقد أن مسألة الانقسام أو الانقسام الأمني ربما أو العسكري وعدم سيطرة الحكومة ليس لها علاقة بإجراء الاستفتاء وهناك وسائل عديدة كما تعلم الآن العالم تطور وهناك وسائل إلكترونية للاستفتاء على الدستور ويمكن حتى إشراك المنظمات الدولية التي لها نزاهة ومشهود لها في مراقبة مثل هذه العمليات وأن تجرى عملية الاستفتاء بشكل شفاف وواضح وأن يقول الشعب الليبي كلمته حتى في المواد الجدلية لماذا نترك هذه المواد الجدلية بيد فئة معينة سواء في المجلس الأعلى أو في مجلس النواب لماذا لا يقول الشعب الليبي كلمته وننتهي من هذا الجدل لأن في النهاية نهاية المطاف في أي عملية سياسية في العالم هو أن يقول الشعب كلمته حول القواعد التي تنظم حياته السياسية والسلطة التي تحكمه ما لم يحدث ذلك فإن كل ما يطرح هو مجرد عبث إذا كنت تستطيع تمرير قاعدة دستورية سنت من قبل المجلس الأعلى أو اقترحت من قبل المجلس الأعلى ومرت عبر مجلس النواب فلماذا لا يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي شكلت لجنة أساسية لأجله والذي أمضت هذه الهيئة فترة طويلة لوضعه وبالتالي يكون الأمر أكثر صدقية وأكثر يعكس نية صادقة لأن مع ذلك فهو مجرد مناورة سياسية وسنعود إلى المربع الأول وأن هذه القاعدة الدستورية غير صحيحة وأن سيكون في خلاف أيضا بين مجلس الأعلى ومجلس النواب وسنستمر إلى ما لنهاي نعم دعني أعودي لضيفنا من بنغازي أستاذ زيدان هناك حديث في الحقيقة عن احتمالية إصدار وثيقة دستورية بمشاركة حفتر وصالح والمنفي تم التوافق عليها في لقاء قبل أيام أريد منك أولا كيف تقيم فرص هذه الوثيقة في غرب البلاد إذا تمت من دون مشاركة مجلس الدولة وهل الأزمة في التشريعات أم في تنفيذي هذا السؤال القديم المتجدد في الحقيقة أنا أحييك على هذا السؤال لكن في نهاية الأمر حتى لو افترضنا صدق جدلا بأن هناك اتفاقا بين هذه الأطراف التي ذكرتها حضرتك فيما يتعلق بمشروع الوثيقة الدستورية التي ستنظم المشهد السياسي القادم لكن في نهاية الأطراف التي موجودة في غرب البلاد عندما نتحدث عن مجلس الدولة بقيادة خالد المشري أو حتى زملاء المنفي عندما نتحدث عن عبد الله اللافي تحديدا أو العناصر أو التشكيلات المسلحة الأخرى في طرابلس ومن خلفها تركيا الآن أنا في تقديري بأن المسألة الآن كما قلت لك الآن أن ثمة من يريد المشكلة أن الأطراف التي تحكم المشهد في طرابلس ترفض عملية الشراكة الوطنية وتريد مسألة الاستئثار بالسلطة والتفرض بموارد الدولة وهذا ما يفسر لنا فشل جميع المصارات المصار السياسي والمصار العسكري وبالإضافة إلى ذلك المصار الاقتصادي ومن ورائهم الأطراف التي أصبحت عندما نتحدث عن تركيا التي تمارس دور عملية الاحتلال في إطار التشخيص العملي للمشكلة الآن وقالوها مسؤوليها أردوغان وغير ذلك ليبيا ترك عثمانية بأننا لن نخرج من ليبيا وما إلى غير ذلك وأنا أعتقد بأن طموحات أردوغان كل القنوات الآن تتحدث عنها وحتى المعارضة التركية نفسها في الداخل تتكلم عنها رغم أن الخطاب الوطني الذي نقوله بأن على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة عندما نتحدث عن السوريين عندما نتحدث عن الفاغنر عن التشدين هذا هو الخطاب الوطني الذي نريد من زملائنا في المنطقة الغربية أن يتفقوا معنا فيه الآن بأن الخارجيين الآن أو الدول التي لها مصالح في الخارج الآن بأنها تعبث وتريد استمرار حالة الانقسام يبدو إذا ما ربطنا هذه النقبة حتى لا أطيل عليك بزيارة المبعوث بزيارة رئيس السي اي اي ويليام بيرنز في هذا الموضوع وهو ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الذي تستفيد منه الأطراف التي هي تعادي الولايات المتحدة سواء كانت روسيا أو حتى على فكرة تركيا الآن وفقا لتقرير المخابرات السي اي اي الآن هي تتفاهم مع روسيا على غرار المشهد على غرار المشهد السوري الآن ومن ثم هناك مصلحة عندما نتكلم عن روسيا عندما نتكلم أيضا عن تركيا الآن بعدم موجود توحيد المؤسسة العسكرية وبعدم توحيد المشهد السياسي من جديد واضح لابد أن نتوقف هنا أشكر ضيفينا هذا فاصل قصير مشاهدين العزاء نعود بعده مع ضيفينا لنناقش استمرار عبد الحميد أدبيبا في منصبه بعد إقالته من قبل البرلمان وتأثير ذلك على المرحلة الانتقالية في ليبيا نعود بعد قليل أهلا بكم من جديد في فبراير الماضي من العام 2021 انتخب عبد الحميد أدبيبا رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية المعنية بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في ديسمبر من العام نفسه أدبيبا الذي تحول في نظر البعض من مكلف بقيادة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية إلى لاعب أساسي وأحد المسؤولين عن تعطل العملية السياسية في ليبيا نتوقف الآن مع استعراض لأبرز محطات حكومة الدبيبا ثم نستكمل نقاشنا مع ضيفينا ترجمة نانسي قنقر 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 سد شرتاع أسأل في علاقة بالتقرير الذي كنا بصدده أكثر من عام مضى على موعد الانتخابات التي حددها ملتقى الحوار الوطني وكلفت حكومة الدبيبا بالتحضير لها ولا يزال الدبيبا متمسكا بمنصبه حتى تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة شعبيا حسب تصريحاته طبعا هل ترى استمرار الدبيبا مشروعا خصوصا بعد تقديم أوراق الترشح للانتخابات الماضية وتحوله إلى لاعب بدلا من كونه طرفا محايدا وضعية الخصم والحكم هذه أكيد بها إخلالات هي لا تنطبق في هذه الحالة على الدبيبا لأن الدبيبا ليس الحكم على كل حال وإلا لما أعطي الثقة ولم أسحبت مكلف بمرحلة انتقالية نعم مكلف وليس مكلف بالنسبة لي كمواطن اللي بيهمني بالدرجة الأولى في المشهد السياسي وما أراها أن يحقق استقرار البلاد هو انتهاء المراحل الانتقالية وأي عمل يفضي إلى ذلك أنا أيدا سواء كان وجود سيد عبد الحميدة بيبة أو غيره في السلطة التنفيذية لأن من العبث الحقيقة أن تأتي بحكومة ثم تحرمها الميزانية ثم بعد أشهر تزعم أنك سحبت منها الثقة ثم بعد أشهر أخرى تقوم بتشكيل الحكومة يعني هذه المشاهد واستئثار فئة معينة أو نخبة معينة بالمشهد السياسي الليبي وحرمان الشعب الليبي من التصويت هذا أمر غير مقبول بالنسبة لي وإذا كان استمرار حكومة عبد الحميد بيبة في رئاسة الحكومة يضع المجلسين في نظري أمام مسؤولياتهما فإما أنهما أغبياء لأن هذا الاتفاق السياسي الذي قبلاه ووثقاه وعلى أثره أعطوا ثقة لحكومة الوحدة الوطنية قد انعكس عليه ما على المجلسين أقصد أو أن من في المجلسين غير صادقين ولا يريدون إنهاء المراحل الانتقالية ويريدون أن يستأثروا أكثر حتى بالسلطة التنفيذية ولا يكفيهم السلطة التشريعية والسلطة الاستشارية الأعلى في البلاد وفي نظري أن ما فعله رئيس الحكومة هو الصواب ولو كنت مكانه لا استمررت في السلطة إلى حين إجراء الانتخابات لأن مطلب الانتخابات أعلى من أي تفاصيل أخرى يملكها المجلسين يخولها إياهما القانون سواء كان سحب الثقة أو حجب الميزانية من عدم كل هذه التفاصيل لا تشكل بالنسبة لي القيمة التي تشكلها حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات أما ترشح من عدم فقد سن القانون الانتخابات من قبل عقيلة وهو قانون معيب ورأينا المعركة القانونية التي سببها في القضاء واستفادت بيبة من هذه الثغرات من هذا القانون المعيب طعين فيها أمام القضاء والقضاء قال كلمته والتعليق على ذلك أعتقد أنه من العبث لأن المسألة محسومة قانونيا وقبائيا واضح جدا رأيك دعنا نراوح في الآراء حتى نتبين أصوبها وأقربها إلى المنطق والموضوعية أمضي إلى سيد زيدان قبل الفاصل تحدثنا عن لقاء رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز خلال زياراته لليبيا في الأيام الماضية المشير حفتر وعبد الحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين وهو ما ربطه البعض بهمية ملف الوجود الروسي في ليبيا بالنسبة لواشطن هل يخدم الظرف الدولي استمرار الدبيبة وخصوصا بعد ما يشاع عن تفاهمات بينه وبين المشير حفتر مثلا؟ الظرف الدولي وتأثيره الذي أرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية شاملة ترى بأن وجود الأجسام كل الأجسام الحالية الآن يغذي كل اللاعبين الذين لديهم مصالح الآن تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في مصار جديد يتم عبر مسألة الاقتراع المباشر أو الانتخاب باعتبار أن مسألة الذهاب باتجاه حكومات انتقالية جديدة أو توافقية من جديدة سيؤدي إلى استنساخ نفس المشهد الحالي واستمرار نفس الأطراف التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية قلق من وجودها ومن ثم تريد الولايات المتحدة أو ترى الولايات المتحدة أن تحرر السلطة في المشهد القادم يقتضي أن تكون القاعدة قاعدة إيجاد هذه السلطة أو إنتاجها لا تتمثل في مسألة التوافق عبر القوى السياسية التي لديها امتدادات أو علاقات مع أطراف خارجية تقلق منها الولايات المتحدة وإنما تحرر السلطة يكون عبر قاعدة الانتخابات بشكل مباشر الآن لكن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الآن بعد أن ضمنت استبعاد سيف الإسلام القذافي بموجب القاعدة الدستورية التي توافق عليها خالد المشري وعقيلة صالح في القاهرة يبدو أنها تدعم بشكل غير مسبوق التوجه باتجاه الانتخابات نعم سيد شرطاء مرة أخرى ربط البعض بين زيارة بيرنز وبين ملف تسليم المتهمين في قضية لكربي هل أو كيف ترى الانتقادات التي وجهت إلى حكومة أدبيبة بسبب تسليم بوعجيلة؟ وهل يمكن أن نشهد المزيد من الخطوات المماثلة بعيدا عن عبدالله سنوسي بسبب سوء حالته الصحية؟ هذه ملفات تؤثر بالضرورة لما لها من وزن وثق الدولي يقول البعض يعني إذا حددت لي سؤالك هناك نقاط كثيرة بالنسبة لتسليم المتهمين وإجراء الانتخابات إذا حددت لي سؤالك بشكل أكثر دقة سأستطيع الإجابة عليه يعني واضح سؤالي أظن أن لهم إذا أردت مزيدا من الوقت التفكير في الإجابة سألت عن تسليم بوعجيلة تسليم أدبيبة لهذا المطلوب الدولي هل يمكن أن يؤثر ويكف هذا الانتقادات الموجهة لحكومة أدبيبة خصوصا أننا نشهد قد نشهد المزيد من الخطوات المماثلة بعيدا عبدالله سنوسي رجل مخابرات القوي بسبب سوء حالته الصحية هل بات واضحا سؤالي؟ نعم طبعا يعني هو أدبيبة ليس الطرف الوحيد في تسليم أدبيبة أدبيبة سلمة بعلم كافة السلطات الليبي بما فيها النائب العام أنا أعتقد أن كلمة الفصل في هذا الشأن للنائب العام في ظني حسب تحليلي ليس معلومات لكن تحليلي أنا أن كلمة الفصل في هذا الشأن للنائب العام لأن أعتقد أن الولايات المتحدة حريصة جدا على مسألة الإجراءات القانونية ليس لسبب إلا لكي تضمن أن المثول هذا المتهم أمام القضاء الأمريكان تعلم صحيح المخابرات الأمريكية والـ FBI يمكن أن تحدث فيها تجاوزات يعني تريد أن تقنعنا أنه قرار قضائي وإجراء قانوني وليس قرارا سياسيا نائب العام في العادة يعني هكذا يتم الأمر أنا نعم أنا ليس لدي معلومات أكرر ليس لدي معلومات لكن تحليلي أنا أن الأمر تم بعلم النائب العام وأن الولايات المتحدة في مثل هذه المسائل تكون غالبا دقيقة لأن مثول المتهم أمام القضاء الأمريكان أعتقد أن يجب في نظرهم أن لا يشوبه شائبة إجرائية حتى يضمنوا أنهم يستطيعوا معاقبته لأن القضاء الأمريكي في ظني أن سيكون مستقل تماما في حكم على أبو عجيلا من عدمه سواء بالبراءة وبالتالي الحرص على مثل هذه الإجراءات وإبو عجيلا ليس أول شخص سلم لكن مسألة تضخيم ليس أول شخص يسلم الولايات المتحدة من قبل السلطة الليبية حتى في السابق وأيام حكومة الوفاق ومن أكثر من جهة على كل حال لكن التضخيم الآن ما يتم تدولها إعلاميا أن يحملت بيبة هذه المسألة تحت يعني مبادئ السيادة وأن التفريط في السيادة الليبية وتسليم المتهمين الليبيين والحقيقة أن المسألة لها جذور أخرى قانونية وابعاد قانونية لأن إذا كان هناك فعلا سلم ملف فيه أدلة أو مؤشرات قوية جدا على تورط أشخاص آخرين فإن المسألة المدنية ومسألة تعويضات تختلف دعنا ندواقف هنا سيد أسعد وأعتقد أن القاعدة القانونية واضح رأيك تضح هنا ودد أن أخذ تعليقا من ضيثنا في الجهة المقابلة من بنغازي أستاذ زيدان رك تومئ بالرفض ولسه موافقا على هذا التمشي ما قولك فيما تخذ بشان بعجيلة قرار قضاء اتخذه النائب العام أم قرار سياسي اتخذه الدبيبة بمنتهى البساطة يعني طبعا بالفعل هو عمل سياسي وعمل مشين وعمل غير أخلاقي وأنا لست الآن في معرض كسب النقاط ومسألة استغلال الوضع أو توظيفه أو استثماره وعمل غير أخلاقي كل مواطني أغالبية المواطنين اللي بين الشرفاء للأسف انزعجوا بكثير حول القيام بهذه الواقعة أنا تتبعت هذه المسألة ولدي تواصل بما أني قبل أن أكون أمارس عملية التحليل السياسي أنا قانوني من حيث التكوين المهني ولدي تواصل مع كثير من أعضاء النيابة العامة الآن النيابة العامة وأكد لك أستاذ مكي بأنها ليس لها لا يوجد لديها أي علاقة وخرج النائب العامة الصديق السور وأقل وأقال بهذه المسألة وأفصى عنها بشكل صريع قال ليس لديها أي معلومات وضط طبيعة أنه لن يكون لديه أي معلومات باعتبار ما المغنم ما المقابل طبعا هي صفقة سياسية كما تكلمت صفقة مقابل ماذا طبعا هي الآن واضح أن عبد الحميدة بيبة يحاول مقابل استمرار بقائه في السلطة هو يعتقد أو يظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن سيحاول أن يشتري موقفها من هذه الصفقة ولكن لا يظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجيد اللعب مع الكبار وليس مع عبد الحميدة بيبة مع الصين مع الروس وما إلى غير ذلك هو يعتقد بأن بهكذا الشكل يتقرب إلى الولايات المتحدة ويقول بأني أكثر ثقة وبأني حليفكم الآن وبأني مستعد للتسليم بينما هو يدرك تماما بأن هذه القضية استاذ مكي تم تسوياتها بشكل نهائي بقرارات من السلطات التشريعية في البلدين مؤتمر الشعب العام سابقا في ليبيا كسلطة تشريعية في ظل النظام السابق مع الكونغرس الأمريكي وبالإضافة إلى ذلك أن اسم السيد أبو عجيلا على فكرة كان موجود ضمن المحاضر التي انتهت وأقفلت بناء عليها الآن وطبعا بدليل آخر بأن حكومة عبد الحميدة بيبة خرجت وزيرة العدل في حكومة عبد الحميدة بيبة في إطار امتصاص غضب الرأي العام عندما يعني رشحت بعض المعلومات قبل أن تعلن الولايات المتحدة استلامها للمواطن أبو عجيلا الآن مزعود عندما يعني قالت وزيرة العدل بحكومة بيبة بأن هذه المسألة غير وارد وأن المسألة أقفلت بأن عبد الحميد بيبة سبقها إلى ذلك وأيضا وزيرة خارجيته السيدة نجلاء المنغوش أنا أقول لك سيد مكي باقتصار أن المسألة ليس لها علاقة بقضية لوكربي قضية لوكربي فقط هي عبارة عن شعار أو غطاء أو مظلة للقيام بهذا العمل أو بهذه الصفقة السياسية وإنما المسألة أكبر من ذلك هو الوصول إلى السيد أبو عجيلا مسعود بصفته قياديا في جهاز الاستخبارات الليبي وحتى سنوسي الرئيس الاستخبارات في الجهاز السابق الآن يراد الآن استلامه بهذه الصفة فالمسألة أكبر مسألة التعويضات وما إلى غير ذلك الآن إدارة بايدن خرجت وأصدرت بيانات وقالت يعني نحن الآن قمنا نعم أستاذ زيدان عذرا للمقاطعة فسرت بما يكفي وجهة نظرك ووصلت الفكرة واتضح الرأي هذا فاصل آخر قصير وضروري لابد أن نذهب إليه لنناقشها بعده مع ضيفين مسارات الحل في ليبيا وأفق ربما التوصل إلى هذا الحل الصعب أهلا بكم مشاهدين إلى الجزء الجزء الأخير من مع وضد ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان ليبيا وبودعته القاعدة الدستورية للأكاديمية الليبي جبريل العبيدي يقول العبيدي اختزال الأزمة الليبية في خلاف دائم أو اتفاق نادر الحدوث حول ما يسمى بالقاعدة الدستورية والتضليل حقيقي لطبيعة الأزمة وحقيقتها في ليبيا فالأزمة مركبة بتعدد هوياتها من خلاف حقيقي بين من يرغب في العيش السلمي في دولة وطنية بجغرافيا محددة بحدود الوطن وبين من يريد دولة بنكهة غبار كهوف تورابورا والاغتيالات والقتل والسحل والذبح كنسخة داعش فالوطنيون في ليبيا سواء كانوا فبراريين أو سبتمبريين أو حتى فدراليين جميعهم بينهم نقاط تجمعهم ويمكن التقارب بينهم لأن الخلافة بينهم لا يتجاوز الخلافة عن كيفية إدارة البلاد الأزمة في ليبيا عميقة متجدرة خلطت الأوراق أو خلطت الأوراق فيها بسبب التدخلات الأجنبية بينما الشعب البسيط الذي سئم من رؤية وجوه السياسيين القابعين على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية يقف محتارا وتائها أستاذ أسعد شرتاء كيف استقبلت ما جاء في مقال العبيدي هل الخلاف برأيك حول قاعدة دستورية أم حول هوية وطنية كما طرح صاحب هذه المقالة يعني هو كما قال الخلاف مركب جزء منه قانوني وجزء منه حتى الآن اجتماعي لكن يعني أعتقد أنه ذهب بعيدا عن توصيف الواقع لأنه ليس هناك أحد في ليبيا يرغب في نسخة داعش وتطبيقها على الواقع ولكنه تجنب ذكر الفئة الأخرى من الشعب الليبيا التي ترغب في دولة عسكرية تهيمن عليها أو يهيمن عليها شخص واحد أو عائلة في النهاية كما كان على غرار أيام النظام السابق يعني هذا أيضا فئة لا بأس بها يعني تدعم هذا الاتجاه ومن ناحية القاعدة الشعبية لا تملك الكثير لكن قوة التأثير على الأرض وما تملكه من الدعم الخارج وسائل الإعلام هو الذي يعطيها هذا الزخم وبالتالي نحن أمام أكثر من من رؤى حتى للشعب الليبي الآن أصبح مرتبك أيضا ووصفه دقيق حول أن الشعب الليبي مل من مشاهدة نفس الوجوه القابعة على السلطة التشريعية والاستشارية يعني ربط سلطة المهذية أنا أكرر أن السيد عبد حميد بيب له أقل من سنتين أو سنتين في السلطة يعني لا يقارن بمن هم منذ عام 2012 في السلطة أو منذ عام 2014 يعني لا يقارن السلطة مغرية يقول البعض من جربها ولو ليوم واحد تفضل بالطبع لكن إذا أجريت انتخابات برلمانية فإن مسؤولية البرلمان الجديد أو السلطة التشريعية الجديدة ستكون أيضا تغيير السلطة التنفيذية القائمة بالتالي أعتقد أنها مسألة تحصيل حاصل خاصة في ظل الظروف الحالية التي يصعب معها إجراء انتخابات رئاسية لكن إذا سلمت المهمة لسلطة التشريعية كما حدث مع البرلمان الحالي أو مع المؤتمر الوطني العام سابقا فأعتقد أن الأمر ممكن في النهاية لكن المسألة الليبي مركبة وإن كنت أخذ الفترة في أوجه هذا التركيب واضح دعني أخذ تعليق من الجهة المقابلة دائما مع تقرير العبيدي أستاذ فرج زيدان في تقرير نشرته صحيفة الجاردين البريطانية قبل أيام قالت أن رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت العام الماضي وحده بأكثر من 40% هل يعد هذا الرقم برأيك أحد العوامل وراء تعطيل النسخة السياسية الليبية للمرحلة الانتقالية كما يقول العبيدي تمسك بالمنصب والراتب بكل بساتة طبعا بالتأكيد يعني الآن دعنا إذا ما أردنا يعني أن نختزل بأن المسألة تتعلق بأن السلطة والموارد المالية أو الحصول على أكبر يعني تعبئة هؤلاء جيوبهم من خلال أموال الدولة التي أصبحت الآن تفتقد للهيبة لكثير من هؤلاء الآن ويعتقدون بأن الدولة هم في قرارة أنفسهم الآن بأنها لن تقوم يعني هكذا في قرارة السياسيين ولذلك هم يريدون الاستمرار ومسألة حتى رفض مسألة التدول السلمي السلطة أصبح الظاهرة لدى كل المسؤولين في ليبيا سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو حتى على مستوى السلطة التشريعية للاستمرار في تعبئة جيوبهم من أموال الدولة الآن لكن أنا أعتقد بأن الآن مع وجود من هذه الضغوط الخارجية وتحديدا دور الولايات المتحدة نقولها وبألم وبحرق الآن أكثر مما يخافون من الشعب الليبي نفسه وصاحب هذه السلطة أو مالك هذه الموارد الآن الآن هناك ضغوط يبدو أن المسألة لم تعد أمام الفرقاء يعني مجال كبير أو مساحة كبيرة للمناورة الآن ونذكرك بما قاله السيد باتيري عندما قال بأنه إذا لم يتفق الفرقاء أي مجلسي النواب والدولة سنضطر للذهاب إلى آليات أخرى يبدو والكلمة التي قالها عقيلة صالح ناصحا أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأخيرة في بنغازي قال عليكم أن تحاولوا صناعة شيء قبل مارس القادم إلا أنه إذا ما جاء مارس القادم دون أن نحقق أي تقدما فإن هناك سيناريو آخر للتدخل الدولي أو للضغوط الدولية أخرى يعني الآن أنا في تقدير بأن هناك واضح بأن خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لديها قلق بأن استمرار حالة الانقسام الآن السياسي والعسكري الآن لن تستفيد منه إلا لاعبون آخرون لدى الولايات المتحدة قلق كبير بشأن أدوارهم نعم أشكرك على الإيجاز سؤال الأخير لك أستاذ أسعد تحدث دبيبع الرفض عودة العسكريين إلى الحكم في النهاية أليس في ذلك وصائع على الشعب الليبي أو عسكري في أقل من دقيقة ونصف رجاء نعم العملية السياسية هي عملية مدنية بحثة والدولة العصرية في الوقت الحالي عملية دولة مدنية بدرجة أولى إذا كان العسكري يريد أن يترشح فذلك من حق لكن أغلب دول العالم تتشاه إلى أن يبتعد عن المؤسسة العسكرية لسنوات وذلك سبب له مبرر الحقيقة لأن إذا فشل في الانتخابات فسنكون أمامه معارضة مسلحة وهذا أمر فيه مخاطرة على العملية السياسية برمتها أيضا ثقل المؤسسة العسكرية والضغط الذي يمكن أن تمارسه سيؤثر بالتأكيد على نتائج الانتخابات والأمر أعتقد أن شهدنا دول حتى دول تجارب أمريكا اللاتينية وتأثير المؤسسة العسكرية على المشهد في البلاد على النهاية في الختام لابد من أن أشكر ضيفين الكريمين من ليبيا على مشاركتهم العميقة والهادئة رفقنا من ترابلوس الباحث والخبير القانوني أسعد الشرطاء من بنغازي كان معنا ولا يزال الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية الأستاذ فرج زيدان جزيل الشكر لكم كل شكر لكم مشاهدين العزاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر